السلام عليكم لأول مرة تفعلها أبل كما سنرى ولكن لماذا ولكن هذه لتوضيح الأمر ندخل إلى الإعدادات ثم ننزل إلى عام ثم العنصر الثاني تحديث البرامج وننزل إلى العنصر الثاني اللي هو التحديثات التجربية وبدأت بيطا عادة كانت تتيح أبل التحديثات التجربية خاصة رئيسية السبعة عشر التي هي على مشارف الصدور الرسمي في شهر تسعة المقبل قلت عادة كانت تتيحها أولا للمطورين وبعد ذلك لعموم المجربين أما الآن ما فعلته أبل هو أنها أضافت خيارا إلى خياراتها أو إلى خياريها السابقين ما أضافته أبل كما تلاحظون وكما سأوضح هذا الخيار لهو أبل السبعة عشر للمطورين والذي أدى من أجل الحصول عليه الكثيرون من غير المطورين أدوا مبالغة مالية لأبل لكنها فعلتها كما قلت في السابق أنا الآن بدون أي مبلغ وبدون الذهاب لأي موقع أستطيع أن أحمل الـ iOS 17 لدي اختياران آخران الـ iOS 16.6 لعموم المستخدمين ومثيلتها للمطورين إذن حتى أوضح اخترت الـ iOS 17 وكأنني أريد أن أحملها ولكن سأعود إلى ولكن هذه بعد قليل أعود ضحضوا زر الرجوع مباشرة أستطيع أن أحمل الـ iOS 17 دون الحاجة إلى البحث عن بروفايل لمطور ودون الحاجة إلى انتظار النسخة عموم المجربين بيطة عموم المجربين ولكن آتينا الآن إلى ولكن لا أنصح عموم المستخدمين خاصة الذين حالهم كحالي لا يمتلكون إلا آيفونا واحدا يتيما لا أنصحوا نهائيا بتحميل هذه النسخة بناء على الطلاعات وهذا شيء عادي أبل نفسها تخبرك به وتجعلك توقع عليه وتقبله وأنت تدخل إلى برنامج البيطة حتى بيطة العموم عموم المستخدمين وأن هذه النسخة غير مستقرة في كل شيء لنفرض أنني عدلت عن قراري ولا أريد تحميل هذه النسخة وبالتالي تنصيبها وأنا في وضعين كهذا أعود إلى نفس المكان أضغط على الصوفت وير بيطة وأختار لا أختار أول اختيار لاحظوا سأضغط على زر العودة ويختفي الإصدار الإصدار الأوس 17 الذي قد أحمله لاحقا عندما تستقر النسخة وأطلعكم على تفاصيله كالعادة كل سنة ولكن وهو مستقر ترجمة نانسي قنقر